السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيه موقع اسمه سيدر الموقع ده جميل جدا تقدر ان انت تخليه معيك على طول في جوجل كروم بحيس في اي لحظة عايز زكاة صناعي تضغط تتحمل اداية تبدأ ان انت تشغل بها طيب تعال نشوف الفيديو اللي هم عاملينه وبيقول لك الزكاة الصناعية كلها احنا انخلال تكودا في الخلاط وانطلع لك سيدر بحيس ان انت في اي لحظة سيدر تسأله وتقول له انا عايز الاجابة من شات جي بي تي انا عايز الاجابة من كلاودي عايزها من جيميناي تقدر تختار الاجابة من اي فبدل ما تروح لكل واحد فيهم لأ انت ممكن تجيب الاجابة على طول اي سورة انت عايزها هيبدأ ان هو يحلال لك السورة دي عايزه يلخص لك اي نص موجود هيقدر ان هو يلخص لك عايزه يكتب لك كود برمجي يقدر نكتب لك الكود البرمجي عايز فيه كلام موجود في سورة تقدر تعتبره كاو سي ار امتكال كاراكتر كورنيز ويجيب لك الكلام الموجود برضو بتعمل مع السور ويلخص لك الفيديوهات ويحصل لك كتابة تحتك هو موجود معك على طول في المتصفح فلو فيه ميل يقدر يردلك على الايميل دوت فانت مجرد معك سيدر انت معك شات جي بي تي معك كلاودي معك جيمين اي معك كل التولز ديت طيب ممكن تسطبه عندك على سافاري ممكن على كروم على ادج على ما كنتوش على ويندوز ايو اس اندرويد المبايلات طيب انا عندي دروية كروم هبدأ ان انا اسطبه وغيرما هستطب برضو على ادج لان انا صراحة عجبني الفكرة التحت هابلو ادد كروم هيبدأ اضافة عندي هنا في الاستنشن او ادوات المساعدة او الاضافية او الملحقات فهيزار معي هنا في اي وقت هادوس عليه هيبدأ اضافة لانه في الجنب في اي صفحة مصفحات يعني لو انت دخل على موقع لينكد ان او اي موقع تقدر انت تتعامل معه ديريكت تمام تيجي هنا وتقول له انا عايز اتعامل مع كلاودي عايز اتعاول مع جيب جي بي تي فور تقدر تختار ايه الحاجة اللي انت عايز تسألها السؤال بتاعك ممكن تقول له انا في صورة معينة سكينشوت اهي الصورة دي هي اللي هتعامل معها اقول له مسلا انا عايز الكلام الموجود اكستراكت تكست تمام اللي هو اوتوكال تقدر تبتح ملف من عندك او ملف ورد او ملف اكسير لي وتقول له شرح لي الملف دوت او لخص لي الملف دوت تمام اهو جاب لي الكلام اللي موجود في الصورة طيب ممكن تقول له ارى لي الصفحة ديت ماشي طب لخصها لي خلينا مسلا ندخل على الصفحة دي وقول له ارى لي الصفحة دي فزي ما تشايف هيتميك عن حاجة كترة جدا سهرف جدا في الاستخدام موجود معاك في اي مكان هتروحه وتقدر تستخدم التول في ان انت مسلا في اميل معاك تقول له رد انت على اميل دوت ايبدأ ان هو يجيب الكلام ويرد الرد ويبدأ يقول لك خلي بالك ان ده ايه الكلام اللي انا اتطرحه ايه الكلام اللي انت عايزه ممكن تسأله بقى اي سؤال كانك بتسأل شات جي بي تي من هو محمد الفاتح سريع سريع هو ما شاء الله يعني مقارنة بالباية التولز لا هو سريع دمعا هو اجابها بيقول لك انا جبتها من شات جي بي تي فور او وهو شات جي بي تي فور او سريع ماشي فممكن تسأله اي سؤال انت عايزه عندك عمليه حسابية تدر تسأله عندك منهج معاين تدر تسأله له ممكن تقول له الفعلي اه ست من الفاتح فممكن تسأله ست من الفاتح في الكتب وتقول له اعمل لي بحسي منهم اعمل لي كتاب سيبع مسلا ماشي ممكن مسلا احمل ملف وابدأ ان انا اسأله في الملف دوت تمام اقول له لخصولي او هات النقط معينة فبدا يجيب لي اهم من الوقت اللي موجودة في البحث مثلا وهكذا فانشاف انها ترزي حلوة تغنيك عن انت كل شوق تخش على موقع كتيره لا هو هيه هيوفر لك الوقت دوت ان شاء الله اشتركوا في القناة